أهلاً وسهلاً بيكم الحلقة اللي فاتت عن معاناة بنت الأب النرجسي كانت حلقة تقيلة ومؤلمة وطلبتوا مني كمان حلقة عن بنت الأم النرجسية إن شاء الله جاي لكم في الطريق ولكن خلينا ناخد الأول راحة نفسية كده شوية بحلقة خفيفة وسريعة عن ميراثك من العلاقة النرجسية أو بمعنى آخر الآثار طويلة المدى اللي هتصيبك من التعارض للأذى النرجسي وقد تستمر معاك جزء لا يستهن به من عمرك حتى بعد ما النرجسي أو النرجسية يختفوا من حياتك فغرض الحلقة دي هو جزء من التعافي من المشاكل اللي نشرحها في هذه السلسلة عن الإيذاء النرجسي زي ما طلبتوا مني دايماً إنه عايزين تعرفوا حاجات عن التعافي كل شوية عشان تفكروا نفسكو فالحلقة دي هي أحد مفاتيح التعافي إنك تاخد بالك من المشاكل المتكومة جواك في أركان مظلمة من نفسك وتهتم بتنظيفها وتخلص منها حتى بعد ما أنهيت العلاقة النرجسية لأن الحاجات دي مش هتروح من حياتك لوحدها ولازم تاخد بالك وتاخدي بالك أنا ساعات بتكلم بصيغة الأنسة أو بصيغة الذكر عموماً لكو كلكو فلازم تاخدوا بالكو إن الأذى دا الأثار النفسية السيئة اللي هتكون موجودة في نفسكو هتكون بقدر شدة الأذى الواقع عليكو وطول مدته فحط خط تحت أفكار أساسية تساعدكو في التفكير وتعينكو على مواجهة الواقع والاعتراف بحقيقة موقفكم وبنتائج قراراتكم فيما يخص الاستمرار في علاقات نرجسية من عدم لذلك مهم أولاً أتأكد إن كلنا مستوعبين أربع نقاط مهمة جداً متعلقة بكل كلمة بقولها في الحلقات ولكن مهمة في الحلقة دي بزيد واحد لما بنقول علاقات في الحلقات مش بالضرورة بنتكلم عن ناس متجاوزين ممكن يكونوا اتنين لسه على البر بيتعرفوا على بعض أو مخطوبين أو هتخطبوا فننقذهم من حياة عيسى لأخر العمر عشان ما اعملوش اختيار غلط فالمعلومات دي هتفيدهم فانهم ينقذوا نفسهم بدري جداً ممكن يكونوا تحت سيطارة صديق أو قريب أو مدير نرجسي بيتلاعب ديهم نفسياً وبيستغلهم فيحددوا العلاقة أو ينهوها ممكن يكونوا ناس مخنوقين وتعساء وبتدمروا نفسياً في بيت أحد الأبوين فيه نرجسي زي ما شفنا في القصص المؤلمة جداً في التعليقات على حلقة ابنة النرجسي فينتبهوا ويستعينوا بطبيب نفسي عشان ما يكرروش نفس المأساة بالزواج من نرجسيين أو نقل التعاسى نفسها لأولاده ممكن كمان موقف تاني كتير منكم مش منتبهين له وهو الناس يكونوا أنهوا العلاقات السمة بالفعل زي كتير منكم ما بيقولوا في التعليقات وبيسمعوني دلوقتي عشان عايزين يفهموا اللي حصل لهم ده حصل لهم ليه والحلقات بتساعدهم في مرحلة التعافي عشان يتخلصوا من مشكلة الرومي نيشن اللي هي استعادة تفاصيل الأحداث المؤلمة المؤذية باستمرار لمحاولة إيجاد تفسير منطقي لحدوثها أو زي ما شرحنا في الحلقات قبل كده مفيش تفسير منطقي هتوصلوله في التصرفات الغريبة اللي صدر عن شخص رجل أو امرأة عنده مشكلة نفسية سواء في السلوك سواء في إطراب شخصي فالمعلوات دي مفيدة لأنواع كتيرة جدا من أشكال العلاقات فده واحد اتنين فيه ناس كتير بيسمعوني متخصصين رجال ونساء سواء في المجال النفسي والإرشاد التربوي والأسري فعايزين يعرفوا تفاصيل مشكلة كبيرة دي اللي بنتكلم فيها عايزين يعرفوا عنها تفاصيل أكتر بتساعدهم في شغلهم فيه رجال والنساء قانون وقضاء بيبعتولي باستمرار أن المعلومات دي مفيدة ليهم في عملهم عشان يفهموا القضايا ويحكموا فيها بشكل أفضل لصالح الضحية مش الجاني اللي بيعرف يتلاعب بيهم زي ما بنشرح في الحلقات فالموضوع مش مجرد جواز وطلاء احنا بنتكلم في مشكلة اجتماعية ضخمة مؤثرة بشدة على حياتنا حتى في التربية حتى في الأطفال من كل الجوانب وعايزين نتعاون على مقاومتها مع بعض وحماية الأجيال القادمة من تأثيراتها في حاولة توسعوا شوية المفهوم من هذا المنطلق تلاتة ضروري كمان نفتكر إن النرجسية درجات ممكن تبقى قليلة مجرد حاجة بايخة بتدايق كل شوية في سلوك شخص حوالينا وممكن توصل لدرجة النرجسية الخبيثة اللي هي شبه السايكوباتية ومتقطعة معاها واللي بتحول حياة اللي حوالين هذا الشخص لجحيم حقيقي زي ما كتير منوكو شرحوا يعني مقاسي حياتهم في التعليقات وبنتكلم فيها دايما فزي ما فيه إطراب شخصية مرضي مصبية عدد قليل من ناس طبيا يعني فيه سلوك نرجسي منتشر جدا في المجتمع بسبب أخطاء التربية وده اللي بنتكلم عليه كتير جدا في الحلقات بغرض إننا ننتبه ما نعملوش وننتبه ما نربيش عليه أولادنا وننتبه إن فيه ناس حوالينا كتير متربية كده وده سبب معاملاتهم الغريبة معاه فاللي بنشرحه بيغطي كل الجوانب دي بيعتبركوا فاهمين التعريفات كل واحد يطبق على ظروفه الشخصية مش بالضرورة كل كلمة بقولها بتنطبق على كل الحلات لأن اللي عايش مع نرجسي خبيث في خطر حقيقي مش زي اللي عايش مع شخص اتربى على السلوك النرجسي اجتماعيا فمتدايق وتحت ضغط ولكن بالنسبة أقل فاللي مش متأكد أو المفاهيم دي مش واضح في دماغه يراجع كل شوية حلقة كل ما يهمك أن تعرفه عن النرجسية فيها كل التفاصيل بوضوح شديد آخر نقطة مهمة قبل ما نبدأ نتكلم فيه مراسك من النرجسي إننا مش هدفنا في الحلقات عموما تشخيص الناس احنا مش بنعمل الحلقات دي عشان الناس تاخد الإنفو وتبدأ تشاور عن الناس اللي حواليها تقول ده نرجسي وده مش نرجسي أنا عارفة إن أنا الكلام ده قلته كتير بس مضطرة أعيده تاني لإن فيه ناس جديدة بتيجي كل شوية هدفنا في الحلقات لانتباه لأنفسنا يعني أنا بكلم كنتم بكلم كنتم عشان تستفيدوا بالكلام اللي أنا بقول لو واقع علينا التلاعب والضرر والأذى المشروح في الحلقات نحاول نحمي نفسنا إزاي أو ننقذ نفسنا منه إزاي ده هدف الحلقات نفتكر إن من مشاكل ضحايا النرجسيين إنه النرجسي من كتر التلاعب بينسي الضحايا نفسها أو نفسه تماما ويخليهم يركزوا كل تفكيرهم واهتمامهم في الشخص النرجسي فكتير منكم حتى وهما بيكتشفوا إنهما ضحايا اللي تلاعب نرجسي ما زالوا عين تحت نفس التأثير فسيبين نفسهم والأذى الواقع عليهم بيفكروا في النرجسيين ونفسياتهم وحياتهم وليه بيعملوا كده وهم اسموهم إيه ونعرف منين ندول نرجسيين ولا لأ وإزاي نتأكد وفرد ظالمنا نتبهوا جدا غيروا تركيزكم لأنفسكم إسحابوا الاهتمام تماما والتركيز من النرجسيين والمؤذيين وخلوا التركيز على أنفسكم لإصلاح أنفسكم اللي استفادة بالمعلومات لأنفسكم مش مهم مشكلتهم هما اسمها إيه دي شغلة الدكتور التشخيص بتاع الشخصيات المختلفة ده الدكتور اللي هعملوا إنتوا بسمعوني ليه عشان إنتوا بتتعرضوا لأذى فلازم تفهموا إيه اللي بيحصلوك بالضبط وتشوفوا هتحموا نفسكم إزاي ده الغرض الأساسي من اللي احنا بنقول الحلقة النهاردة بقى بناء على النقاط دي هفكركم فيها بكتير من نتائج البقاء في علاقة نرجسية باعتبارها ميرافك النفسي والعاطفي من النرجسي اللي في حياتك مش بالضروري الميراف يبقى مدي في ناس بتورس اللي حواليها علم وحكمة ومعرفة مثلا وفي ناس بتورسهم الحصرة والتشوه النفسي والخسائر المعنوية والعلاقات المدمرة زي ما هنشوف حلقة نهاردة النرجسي اللي في حياتك قد يكون غني وقد يكون من الناس اللي هتورس منهم فعلا فبالتالي هيوصلك منه أموال وعقارات وممتلكات غالية جايز ولكن الأموال مش هتنفعك لما تارس منه حاجات تانية مدمرة لك هي ايه؟ واحد هيورسك نظرته لك بصورة مشوهة عن نفسك كلها أخطاء ونقائص هيبقى تقييمك لنفسك مشوهة لأنك شايف نفسك من خلاله إما مبالغ فيه بالتعظيم أو بالتقليل لأنه أفقدك ثقتك في نفسك وخلك حاسس أن أنت قليل ومش كفاية وفقدت ثقتك في قدراتك وفي قراراتك وفي تفكيرك أو العكس تنفخت جدا وأصبحت مش شايف غير نفسك زيه بمعنى بهت عليك يعني خصوصا لو كان أب أو أم وتربيتهم نرجسية فمن الطبيعي جدا أن الأبناء والبنات يتأثروا بسلوك وتفكير ومفاهيم أهلهم ده مش زنبهم لكن وإحنا كبار ننتبه نحاهم صدر هتورس من نرجسي عدم القدرة على تقبل النقد والاستفادة منه وفي نفس الوقت هتبقى عينك طول الوقت شايفة باستمرار السلبيات وبتصطدها في الناس والمواقف فتبقى عايش بمكالي تنتقد أنت الناس شايف أن من حقك تنتقد الناس والمواقف براحتك ولكن تزعل منهم لو هم انتقدوا هتبقى عندك مشكلة عدم القدرة على التفاهم بهدوء وحل المشاكل العتاب عندك بيتحول لخناء أو قطيع لأن ده شكل العلاقة النرجسية اللي أنت كنت تطرف فيها مفيش تفاهم مع النرجسين زي ما شرحنا في الحلقات قبل كده فبالتالي الشخص اللي اتربى في بيئة نرجسية أو مجتمع نرجسية أو أسرة نرجسية بيتقبل فكرة دي جدا أنه هو يعني ليه عطبك دي يبقى زعلان منك ونقطع علاقتنا بيه أو نتخنق معي هتورس سلوك ومفاهيم نرجسية بهتت عليك وأصبحت تتصرف بيها مع الناس وتشوف من خلالها الحياة زي ما قلت استياض الأخطاء والشعور بالتفوق والاستحقاق تتوقع معاملة مميزة من الجميع بتغضب بسرعة وبتغضب بعنف تتعامل مع الناس بالأوامر والنواهي كأنهم بيشتغلوا عندك اللي هو أسلوب محسن به والرعاع اللي بنتكلم عليه كتير في الحلقات العزلة الاجتماعية من المصائب اللي أي حد اتعامل أو اضطر يكون تحت سيطرة شخص سينرجسي داخل الأسرة بيعني منها العزلة الاجتماعية وعدم القدرة على التعامل الطبيعي مع الناس ليه؟ من أساسيات التلاعب النفس النرجسي إنه بيضمر كل علاقاتك ويفضي الدائرة من حواليك تماما عشان ما حدش يقف جنبك ولا يسندك ولا ينصحك ولا يحاول ينقذك من اللي بيحصل لك زي ما شفنا في حلقات الآذى النرجسي في بلاي لست في قائمة حلقات مع بعض عن أنواع الآذى النرجسي الناس اللي بتتعرض لهذا الآذى بيحصل عندهم إدمان للأذى ويبقى عندهم تعريف مشوه للحب وانجذاب لا يقاوم للنرجسيين لذلك نبهنا في حلقة بنت لاب النرجسي إن خدي بالك أن أنت حتحبي راجل نرجسي لو ما انتبهتيش وصلحتي مشاكلك من المشاكل برضو نفسية أنك هتبقى متوقع تتألم لما تحب حد لأنه ربط لك الحب بالقلم لو كان الشخص النرجسي اللي في حياتك عنيف جسديا هتورس منه حل مشاكلك بلسانك وإيدك زي ما هو عمل فيك وخصوصا لو كنت مستضعف يعني أبا وأم كان عنيف جدا جدا وزي ما هنشرح بقى في حلقة كمان للأم النرجسية بعد شوية هتبقى هتبقى يعني أنت كنت مستضعف وبيقع عليك الإزاء ومش عارف ترد فلما تتحط في موقف أن أنت تقدر ترد هتبقى عنيف جدا هتبقى جراسف جدا أنك بتطلع الأذى اللي تعمل فيك في أولادك أو في أي حد أضعف منك ودي مشكلة كبيرة عشان كده بنشوف أباق وماد بيضربوا أولادهم بعنف شديد رغم أنهم ما تعرضوا العنف في التفورة هيبقى عندك عدم قدرة على وضع حدود شخصية لنفسك حلقة الحدود الشخصية وما تعرفش تجبر الآخرين على احترام حدودك الشخصية واحتياجاتك لأن نرجسي ضمر حدودك الشخصية نساك تماما أنها ممكنة الحدوث وأنها من حقك بقيت ما تعرفش تقول لا ولا ترفض تصرف أو موقف مهما كان بيضايقك ما بتعرفش ترفض ولا تقول لا لا بلطف ولا بحزم ولا باحترام في نفس الوقت من غير ما يكون تعالي ولا يعني تشعر بأن أنت بتأذي الناس ولا حاجة فبتضطر تقبل غصب عنك الحاجات اللي أنت مش عايزة ودي مشكلة كبيرة جدا خصوصا عند البنات والستين من المشاكل النفسية برضو الكبيرة هي صعوبة الاسترخاء والاستمتاع والبهجة لأن النرجسي شخص كئيب تعيس فحيبقى عندك شعور غريب بالحزن وخيبة الأمل في المناسبات السعيدة للأسف من كتر ما دمر لك فرحتها زي ما شرحنا في الحلقات زي النرجسي يحترف تدمير فرحة المناسبات فأفقدك بهجتها وبقت ما بتعرفش تفرح بقت عليك زيه بقت زيه ما بتعرفش تفرح نفسك تفرح جدا ما بتعرفش تفرح لأنك ما جربتش ده خصوصا برضو الأطفال اللي تربوا في بيت نرجسي طبعا مما لا شك فيه زي ما شرحنا في حلقة الثمن الصحي التكلفة الصحية للبقاء في علاقة نرجسية التوتر الشديد والتعاسى والحزن المستمر ده له آثار مرعبة على الجسم يعني مش بس نفسيا جسمانيا أمراض كبيرة والعيزوا بالله عدد كبير من الأمراض الكبيرة بتتأثر بالحلقة النفسية دي وبيكون ده يعني زي تريجر كده بيبدأ لك أن جسمك يعمل ريأكشنز ويبدأ عندك مشاكل عضوية قوية جدا فأرجوكوا اسمعوا الحلقة دي برضو حيكون عندك مشكلة تانية نفسية وهي صعوبة في رؤية الجمال في أبسط الأشياء لأنك أصبحت شايف الحياة كئيبة وضلمة وجري من خلال عيون النرجسي اللي هو سلبي وكئيب ومحمد بقيت تستمد رضاك عن نفسك مش من داخل نفسك زي الإنسان السوي بقيت تستمد رضاك عن نفسك من رضا الناس عنك سواء بالشو والمنظرة أو بالتقرب المبالغ فيه والتزلف للناس في محاولة لشراء حب الناس زي من نرجسي يعودك بعلاقاته الترانزاكشن العلاقاته التجارية اللي هي عشان تاخد مني حب لازم تدفع حاجة أصدق هيبقى في مقارنة جواك مستمرة بينك وبين الناس لأنك واحد مش واثق في نفسك الناس عايز تموين نرجسي عشان تحب نفسك عندك شعور دائم بالرغبة في التفوق والتفرد فبتقارن عشان عايز تبقى حسس بتصك في نفسك لما تحس ان انت أحسن من الناس فطول الوقت بتقارن مع الناس المقارنة المستمرة دي من أكبر أسباب الاكتئاب يا جماعة والاكتئاب ده مرض خطير لو تطور مع الإنسان ممكن يوصل لمحاولات الانتحار ولا عزو بالله قد يصل الإنسان للكذب المرضي والدعاء ما ليس عنده عشان يباهي الناس ويتفوق عليهم ويحصل على الانبهار منهم اللي هي المنظرة الاجتماعية السلوك الاجتماعي السيء جدا اللي شايفينه حوالينا في كل مكان وجات السوشل ميديا بقى خلت الموضوع ده يعني ايه على عينك يا تاجر وبقى كل الناس بيعملوا كده وكل الناس بقى بيكذبوا في حقيقة حياتهم أو في شكل علاقتهم أو دايما الصورة جميلة والحقيقة تعيسة لدرجة ان في مقولة بدأت تنتشر دلوقتي احنا جيل تعيس صور وجميلة بما في ذلك تعديل شكلك في الصور لانك غير راضي عن شكلك وعن جسمك هيبقى عندك شعور مستمر بالتوتر طبعا والقلق وعدم الشعور بالامان عايز تستمد الامان من اي حاجة فده بيسبب ساعات هوس الشراء انك تفرض في الشراء واقتناء الاشياء وجمع الاشياء متخيلا ان انت هتستمد منها السعادة والشعور بالامان قد يؤدي ذلك للادمان ادمان حاجات مختلفة لمحاولة شل تفكيرك ومشاعرك السلبية التي لا تتوقف طبعا ده غلط جدا اوعوا حد يلجأ لذلك مهما كان هو ايه اللي انت هدد منه مش حاجة كويسة ابدا هيبقى عندك ممكن يبقى الناس اللي تعرضت لتجربة زواج مثلا سيئة جدا مع شخص نارجيسي هتحولهم لناس قلقانة وخايفة ومتوجسة من الزواج ومن الاخرين عموما متوجسين من الناس ومن نواياهم وقدرتهم على ايذائكو كنتيجة لتعرضكو للإذاء مشكلة تانية برضو مهمة جدا احنا شرحنا قبل كده في حلقات الإذاء ان اللجوء لله يعني الانسان اللي عارف انه رب من اي دين انه هو يمارس العبادات ويقرب من ربنا ده من احد اسباب القوة والمنع النفسية اللي بتساعد جدا جدا في التغلب على الألام النفسية وبتساعد في التعافي ودي دراسات دولية مش حاجة يعني محلية من عندنا مش كلام مرسل يعني دي دراسات نفسية علمية ولكن للأسف الشديد بعض العلاقات النرجسية من كتر شدتها بتسبب بعد عن الدين للضحايا وعن القيم السوية لان النرجسي بيكره القواعد وبيعشق كسرها بيحبش حس ان في حد فوقه ولا حتى ربنا وقد يورث هذا الشعور افتكروا ان احنا بنتكلم عن ميراثك من النرجسي فقد يورث هذا الشعور للضحايا لتحت ايده خصوصا لو كانوا أهل بيته فحتى علاقتك بعربنا هتتشوه بسببه طبعا مشكلة الادمان دي مشكلة كبيرة جدا لو كان الشخص المدمن ده مؤثر في الضحايا أب أخ زوج قد يتأثروا الضحايا بيه ويدمنوا تعاطي مواد أو مشاهدة مواقع علاقة أو تعدد علاقات كسلوك عادي بسبب التربية النرجسية اللي تعرضوا له طبعا للأسف الشديد ضحايا النرجسية عندهم كمية لبقسة بيها من ذكريات ومشاعر سيئة جدا بما في ذلك من كل المناسبات اللي المفروض كانت تبقى سعيدة لأن بيت النرجسي كئيب وتعيس وبيعكس المشاعر دي على كل شيء فيه مش بس كل شخص كل شيء حتى الجمادات يعني ساعات فيه ناس حكيتلي إن هم بقوا شايفين العفش نفسه بارد وكئيب مهما كان غالي وإن الأكل ملوش طعم مهما كان لذيذ فبالتالي ما فيش ذكريات مشتركة مبهجة تبقى ميراف عاطفي بينك وبين النرجسي تجمعكو على حاجة تدحك أو حاجة لطيفة أو حاجة سعيدة ولا حتى أكل حلوة ده يعني مشاعر مقذية جدا مشاعر مقلمة جدا بدل بقى ما تورس منه فلوس قد يكون استولى على مدخراتك وممتلكاتك وبددها في المنظر أو ده خصوصا للزوجة والأبناء زي ما قلت علاقتك مع جسمك ورضاك عن شكلك هتتشوه لأن إما بالقلق وعدم الرضا عشان هو كان بيحاول يقل من يعني سقطك في نفسك أو بالعكس لو كنت اتعاديت منه وبهت عليك تبقى بقى بعبادة الجسد والتركيز التام في شكلك واعتبار جمالك وشكلك أو جمالك وشكلك وده أهم مواصفاتك وأهم رأس مال عندك يعني باختصار شديد هتورث الفقر النرجسي الفقر في المشاعر والسلوك والأخلاق والشخصية وعلاقتك بربنا وعلاقتك مع الناس وحتى في الحق طيب الحل لو كلامي أثر فيكم وانتو بتسمعوا تبقوا مريته بالمشاعر دي بالفعل أو لسه عايشين فيها لأن أي حد ممرش بهذه المشاعر هيعتبر كلامي ده مجرد كلام إنشا فزي ما بقولكو دايما أنا وظيفتي أحط إيدي على الجرح وضغط عشان تحسوا بوجوده فتدوروا على علاج لأن أحد أثار التعرض للإيذاء عموما في علاقات سامة ونركسية هو أن الضحايا بتضحك عن نفسها بتساهم في الخداع عشان ما تصدقش إن هي واقع عليها أذى فأنا اللي بعملوا بحط مريه قدامكم وبضغط على الجرح فتحسوا تشوفوا الحقيقة تطروا تشوفوا الحقيقة تطروا تحسوا بالقلم اللي موجودة عندكم ومنتم خبين عليه أو عاملين نفسكم مش واخدين بالكم منه عشان تضطروا تعالجوه وتتخلصوا منه فتتعافوا بجد والقرار قراركم في حياتكم محدش يقدر يفرد عليكم اختيار لا بالاستمرار ولا بإنهاء العلاقة ولا بأي حاجة أنت حري كل واحد حر في حياته المهم ما تسيبوش نفسكم تسقدوا حياتكم وصحتكم وبهجتكم وفتكروا دايما إن ربنا بيساعد اللي بيساعد نفسه زي ما بقولوكو دايما على الشاشة دلوقتي هتلاقوا روابط لقائم الحلقات المتعلقة بالحلقة دي تسمعوها معاها بشكركم على حسن استماعكم وإن شاء الله